حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها موقع محلي يتساءل هل تصبح شبوى الغنية بالنفط مقرا مؤقتا للشرعية؟ في طوابير لا نهاية لها أزمة وقود خانقة في اليمن موقع الدي دابليو يقول الإنسان يقترب من غزو المريخ أهلا بكم في تقرير لموقع الحرف 28 عنوان بارز هل تصبح شبوى الغنية بالنفط مقرا مؤقتا للحكومة الشرعية؟ وقال الموقع الذي استند إلى موقع عربي منذ بسطت قوات الجيش سيطرتها عليها أواخر أغسطس الماضي وإنهاء سيطرة ميليشيا ما تسمى بالنخبة الشبوانية التي شكلتها ومولتها أبو ظبي بدأت قيادة السلطة المحلية في شبوى المحافظة الغنية بالنفط والتي يوجد فيها أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي في اليمن بدأت بمشاريع متنوعة منها إعادة تأهيل مطارع تق وهو ما دفع بقيادات انفصالية للتحذير من هذه الخطوة وقال الموقع إن تصريح وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني فتح الباب واسعا أمام تساؤلات عدة حول إمكانية تحويل شبوى إلى عاصمة وقال الجبواني في تغريدة عبر تويتر نحن عائدون إلى أرض الوطن وسندير عملنا مؤقتا من عتق حتى تحرير عدن ثم صنعاء وأضاف سيفتتح مطار مدينة عتق ليكون محطة دولية وكذلك الميناء سنستغل على بنائه من اللحظة أفادت مصادر عسكرية وفقا لصحيفة أخبار اليوم بانشقاق المئات من جنود وضباط قوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم للإمارات وعنوانات الصحيفة انشقاق نحو 300 جندي وضابط من قوات المجلس الانتقالي وقالت المصادر إن جنود والضباط انشقوا عن قوات اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي الذي يقوده العميد صالح السيد اليافعي مدير أمن لحج ورجحت المصادر أن يكون ذلك الانشقاق الجماعي بسبب المعاملة السيئة التي يتعرضون لها واتهامهم برفض القتال ضد قوات الشرعية مؤخرا وكانت الحكومة أو القوات الحكومية قد تمكنت من السيطرة على معسكر اللواء الخامس أواخر أغسطس الماضي قبل استعادته من قبل الميليشيات المدعومة من الإمارات يشبه جمال حسن الشرق الأوسط بأنه عبارة عن صندوق الحروب الحالية والقادمة وأضاف فيما قاله المنشور في موقع المشاهد نت من الناحية العسكرية تستطيع السعودية تجنب حرب مع إيران لكن فشالها في اليمن سيكون أشبه بالضربة المميتة التي ستثير كل المصائب لم يسبق للسعودية أن كانت بهذا القدر من الهشاشة على المستويين السياسي والعسكري ومعنى الضربات الأخيرة يرجح أن يكون مصدرها العراق بحكم القرب الجغرافي لكن ذلك لم يكن يحدث دون الغرق في الوحل اليمني كشفت الهجمات التي استهدفت المنشآت السعودية النفطية عن ضعف المنظومة الأمنية التي تقف عليها السعودية وهو عجز عسكري خطير ما يجعل سمعتها على المحاك بحيث لا يمكن ترميمها دون أن يكون هناك تحجيم لدور إيران في المنطقة وخصوصا في اليمن وهو ما يبدو أن السعودية وحلفاءها عاجزون عنه الدول تدوم كل ما حافظت على سمعتها بمعنى أن الدولة هي تلك الهالة التي ما إن تتمزق حتى يتداعى بنيانها وكل ما أصبحت عرضة للتطاول وإن من الخارج تصبح هدفا لاستخفى في الداخل ويمكن لدولة أن تخسر حربا إذا ما زالت تحفظ تماسكها الداخلي لكن عند أول سقوط للسعودية سيتكالب عليها الجميع وهي تعاني أصلا من شقاقات مذهبية لم يسبق للسعودية أن عانى تحديات ومخاطر كما اليوم ولا يمكن مقارنتها بما جرى في مواجهة تصاعد الثورات في المنطقة خلال ستينيات القر الماضي كانت لا تزال في مرحلة فتية إبان حكم الملك فيصل وهناك ظروف دولية مختلفة في هذا الوضع يناسب أن نطلق على السعودية تسمية الرجل المريض وهو الوصف الذي ظلت أوروبا تنعت به الدولة العثمانية عقودا المختلف أن السعودية في منطقة مليئة بالأوبئة وتنشط في الصراعات الدينية والقومية وتعاني انهيارات في بناها الاجتماعية والسياسية لعله سياق مطبط بما كانت إدارة جورج بوش دشنته واصطلحت عليه وزيرة خارجية كونداليزا رايس مصطلح الشرق الأوسط الجديد لكن هل سيتم تسليم بقية المنطقة لإيران كما جرى في العراق وسوريا ولبنان؟ أو سيحدث أمر آخر؟ بعد إغلاق عدد من المشافي في صنعاء اتجهت ميليشيا الحوثي إلى الصيدليات لمطالباتها بالأموال وعنوان مسند للأنباء مئة ألف ريال شهريا إتاوات جديدة تفرضها جماعة الحوثي على كل صيدلية في صنعاء حيث فرضت ميليشيا الحوثي إتاوات جديدة على الصيدليات في صنعاء دون أن تذكر أي مسمى لهذه الجبايات وقال مصدر في وزارة الصحة التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية منذ أن نفذت انقلابها على الشرعية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014 قال إن وزير صحة الحوثيين المدعوطاها المتوكل فرض على كل صيدلية دفع مئة ألف شهريا على كل فتحة وأكد المصدر أن الميليشيا هددت ملاك الصيدليات بإغلاق محلاتهم في حال رفضوا دفع الإتاوات الجديدة أو تقاع سوء عن دفعها وأضاف المصدر أن وزارة الصحة تهيئ سوق الأدوية لصالح تجار ورجال أعمال موالين للميليشيا للسيطرة على هذا القطاع المهم من خلال التضييق على تجار الأدوية يذكر أن ميليشيا الحوثي تنفذ حملة واسعة ضد الصيدليات والمستشفيات وتطبيق عدد من الإجراءات التعسفية بحقهم تحت مبررات واهية يشكو المواطن عبدالسلام محمد من المعاناة التي واجه أثناء سفره من مديرية شرعب الرونة إلى مدينة تاعز لإسعاف والدته واستغرق السفر من قريته إلى مدينة تاعز أكثر من عشر ساعات بسبب حصار ميليشيا الحوثي لمديرية الشرعب حيث كانت الطريق لا تحتاج لأكثر من ساعتين وعنوان الموقع سكان شرعب السفر إلى المدينة من استطاع إليه سبيلا وقال الموقع فاقم إغلاق المنافذ المؤدية إلى مدينة تاعز منذ مطلع العام 2015 من معاناة سكان مديرية شرعب الرونة أثناء تنقلهم من وإلى المدينة ويسلك سكان المديرية الطريق من مفرق شرعب غرب مدينة تاعز مرورا بمدينة هجدة ومنطقة البيرين التابعة لمديرية مقبنة غربا ثم يمرون بسيارات الدفع الرباعي على طريق شديدة الوعورة غرب مديرية جبل حبشي وصولا إلى منطقة الضباب قبل الوصول إلى وسط مدينة تاعز تشكو أم عمار من الألم والمعاناة وهي في طريقها إلى مدينة تاعز لتلقي العلاج بعد إصابتها بألم في الكلة وقالت للمشاهد تمنيت الموت عن الألم الذي تحملته طوال الوقت أثناء السفرنا والطريق الفرعية التي مشينا بها زادت من الألم ماذا يستفيد اليمنيون من أوهام الحوثية البطولية؟ يتساءل عبد الوهاب العمراني في مقاله المنشور في الموقع بوست تتعامل الإدارة الأمريكية عبر إدارة رئيس ترامب مع السعودية بالوعود والابتزاز دون مساعدة أمنية رغم خسائر المليارات مجرد دعم تصريحات وهو الأمر نفسه في مساندة السعودية للحكومة الشرعية بيانات ووعود لا تعكس الواقع الذي في واقع الحال من مرارة إجرام ميليشيا الحوثي لأكثر من خمس سنوات تدليس وخداع واضح لقي مسوغا ورواجا عند تحالف ضعيف متآمر هو من أسقط صنعاء وساند انقلابا آخر مؤخرا في عدن رغم أنه أتى تحت لافتة استعادة الشرعية ويصدق الروائي أمين معلوف بقوله أنا على يقين بأن من سيكتبون التاريخ بعد مئة عام سيقولون أن النفط لم يحقق الثروة للعرب إلا التعجيل في هلاكهم نظرة العالم لليمن غدت من زاوية أمنية وليست تنموية ثمت أمور تداخلت وفرضت نفسها لتخلق واقعا أشبه بالحقائق التي لا جدال فيها اليمنيون فقدوا البوصلة يعتبرون الرئيس السابق بطلا وطنيا وهو سبب كل ما نحن فيه فالحصانة وشبقه للسلطة من أجل رئيس من بعد اسمه أحمد هو سبب كل مآلات الربيع العربي في نسخته اليمنية دليل محنة اليمن بجريرة فساد ثلث قرن من حكم زعيم الفساد أن أعداء اليمن اليوم يريدون استعادة الدولة العميقة من خلال أسرته في مواجهة الحوثي تمهيدا لتنصيب أحد أفراد أسرته للشمال على أن يبقى الجنوب للانتقال وهذا واضح وليس تدليسا والدعاء عشرات التغريدات والتصريحات الإماراتية تقول هذا بطواطئ ورضا سعودي واضح لأنهما وجهان العملة واحدة نحن شعب يقدس جلاده ويجعل من مجرميه رموزا وطنية ولا ندري ماذا يحصل ولماذا وكيف وبالتالي نهرول إلى أين خلاصة كل ما جرى ويجري نقول الآتي الهزيمة المعنوية الكبرى التي تلقاها اليمنيون كانت بسبب ركونهم إلى التحالف اشتدت حدة أزمة الوقود التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ما دفع قائدي السيارات وفق العرب الجديد إلى انتظار أياما في طوابير تمتد أمام الناظر في بعض محطات البنزين إلى ما لا نهاية ولم تتوقف تدعيات أزمة الوقود على السيارات التي توقفت إنما امتدت إلى مرافق حيوية مثل مضخات المياه ومولدات الكهرباء في المستشفيات ونقل السلع أيضا في الكثير من المحافظات وأدن عدم المشتقات النفطية إلى أزمة خانقة في وسائل المواصلات حيث ارتفعت أسعار المواصلات بنسبة تصل إلى 150% في العديد من المحافظات وبينما اختفت منتجات الوقود من المحطات قفزت أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات كبيرة ليصل سعر جالون البنزين 20 لترا إلى 27 ألف ريال نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا خاصا عن هجمات إيران على السعودية وعنوانات الصحيفة لماذا لا يتوجه الإيرانيون للملاجئ بعد استهدافهم أكبر منصة للنفط في العالم يقول التقرير إنه بعد الهجوم الذي شنته إيران على السعودية أكبر منصة للنفط في العالم وما تلا ذلك من استعدادات أمريكية لشن هجوم عليها لم نشاهد المسؤولين الإيرانيين يتوجهون إلى الملاجئ وينتظرون تلقي الضربات تضيف الصحيفة بدلا عن ذلك توجه حسن روحاني الرئيس الإيراني ووزير خارجيته محمد جواز ظريف إلى زيارة خارجية مسؤولون إيرانيون أيضا سافروا إلى الصين بعد الهجوم لمناقشة اتفاقيات اقتصادية تعمق العلاقات بين البلدين وتضم إيران إلى دول برنامج الطوق وعن ضغوطات ترامب قالت الصحيفة إن كل ذلك ذهب أدراج الرياح بسبب موقف روسيا التي تقدم الغطاء السياسي لإيران والصين التي ربما سنراها قريبا تستثمر بشكل ضخم في إيران في الأوجه الخفية للسلطة العميقة تحت هذا العنوان كتب ماجد الشيخ مقاله في صحيفة العرب الجديد بعد سلسلة طويلة من انتفاضات الحراكات والمطالب الشعبية لثورات الربيع العربي في بلادنا العربية بات كثيرون منا يدركون أن مناهضة السلطة الاستبدادية وزعيمها الأوحد ونظامه أو نظامها الحاكم ليس كافيا للعمل على إطاحتهما بل لا بد من أجل إنجاز مثل هذه المهمة التاريخية على درب الحرية والتغيير من إسقاط ركائز نظام لم يعد يجدي معه ومع سلطاته القائمة على قواعد سلطة عميقة سوى التغيير تغيير ما يتمظهر كما ما يتخفى من دكتاتوريته واستبداده نجح السودانيون جزئيا في تحقيق بعض مطالب ثورتهم وفشلوا جزئيا نظرا إلى موازين القوى السائدة هناك في إقامة سلطة حكم مدني دموقراطي فكانت الشراكة بمثابة نصف انتصار لهم على النظام القديم الذي نجح في إبقاء بعض قوى السلطة العميقة أما في جزائر وعلى الرغم من مضي أكثر من نصف عام على رحيل أو ترحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفريقة عن رئاسته البلاد إلا أن نظامه ورموزه من أعمرة السلطة العميقة ما زالوا يحاولون إبقاء سلطانهم وسلطاتهم هكذا استمرت وتستمر الحراكات الشعبية في رفع المطالب نفسها التي أسقطت الرئيس ولكنها لم تنجز بعد مهمة تغيير النظام نظام السلطة العميقة ومن جمعة إلى أخرى يسجل تزايد أعداد المتظاهرين الذين رفعوا شعارات عديدة تنادي بدولة مدنية لا بدولة يحكمها ويهندس نظامها العسكر النظام في مصر وعلى الرغم من تعاقب خمسة رؤساء على حكم الشعب المصري ما بعد الإنقلاب على الحكم الملكي عام 1952 ما زال النظام هو ذاته نظام عسكري يبدل جينرالاته من حين إلى أخر أخطر أنواع السلطة العميقة التي تتخفى وراء قناع الجينرالات وأدوارهم في ممارسة السلطة وسيطرتهم على الاقتصاد الوطني والهيملة على خزينة الدولة وهنا كانت وتكون الغلبة دائماً لنظام القهر العسكري حتى قيام الساعة ساعة الثورة والتغيير والانتصار للدولة المدنية دولة الشعب التي سلابها النظام وسلطاته المختلفة كينونتها وضرورة وجودها مستقلة وحرة حقاً قدم رئيس شركة سبيس اكس نموذجاً لأولى المركبات التي ستعمل على نقل البشر في المستقبل القريب إلى المريخ بهدف إقامة مدن مكتفية ذاتياً على الكوكب الأحمر مركبة النجوم ستكون الطريقة الأسرى للربط بين الأرض والمريخ وفقاً للدي دابليو والذي عنوان سفينة النجوم هل اقتربت الإنسانية من غزو المريخ؟ يضع مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي إيلين ماسك هدفاً قد يبدو مستحيلاً لكنه يعمل على إتاحة إمكانية نقل مليون شخص إلى المريخ لإقامة مستعمرات بشرية على الكوكب الأحمر مستقبلاً وفي أولى الخطوات في هذا المشروف فقد قدمت شركة سبيس اكس أول نموذج للمركبات الفضائية التي يجب أن تكون قادرة على نقل العديد من الأشخاص وحمولات كبيرة من البضائع إلى القمر أو المريخ والعودة بهم وأطلق على المركبة سفينة النجوم وهي قابلة لإعادة الاستخدام كما أعلنت الشركة في تغريدة لها على تويتر ويمكن لسفينة النجوم أن تصبح بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق حلم الكثير من العلماء بإقامة قواعد على القمر أو مدن على المريخ ووفقاً لشركة سبيس اكس فإن إمكانية استخدام المركبة الفضائية تفوق الوصول إلى القمر أو المريخ وينقل الموقع عن إيلون قوله بأن مركبة النجوم ستكون قادرة على نقل نحو مئة شخص في رحلات طويلة بين كواكب الكون الفسيح ووفقاً للخطط التي أعلنتها أو أعلنت عنها الشركة عام 2016 أنه سيطاح البدء بذلك عام 2025 حيث ستقل المركبة أول الأشخاص إلى الكوكب الأحمر بيد أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ترى أن أول مهمة مأهولة لكوكب المريخ ستكون في عقد الثلاثينيات من هذا القرن الأشخاص الذين يستنكرون تقنيات التعرف على الهوية من الوجه ربما يشعرون بصدمة بسبب تطور تقنيات تحديد الهوية مثل تحديد الهوية عن طريق أسلوب المشي وحجم وحركة القدم ومساحة الخطوة أيضاً بينما تعمل شركات أخرى على أنظمة تعتمد على سرعة ضربات القلب وتعنوين صحيفة بريطانية تحديد الهوية عن طريق دقات القلب أو طريقة المشي أو إفقاً للتقرير في صحيفة الديلي تيليغراف قام بترجمته موقع البي بي سي فإن لندن نصبت كاميرات للتعرف على الهوية عن طريق تفصيل في الوجه حتى لو كان مغطى بالكامل فقد تحتاج إلى التقاط صورة الأنف أو العين أو الأدن لتحديد الهوية هذه الكاميرات تعمل بدعم أنظمة إلكترونية تعرف بأنظمة التعرف على الهوية والتي تعمل بناء على قاعدة بيانات واسعة تمكنها من التعلم وتسجيل أنماط وأشكال الوجوه وتقول الصحيفة إن كثيراً من الشكاوى قدمت في مختلف أنحاء العالم بسبب مشروعات تطوير تقنيات التعرف على الهوية ومنها ما يعتمد على أسلوب الحديث أو الإيماءات المهتادة وذلك في إطار المنافسة الشديدة بين الشركات العاملة في القطاع الأمني والتي تتوقع أن تدر هذه التقنيات مبالغ تقترب من 15 مليار دولار سنوياً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة وضع جون جاك روسو أهم الكتب الفكرية وبينها العقد الاجتماعي الذي أصبح دستوراً للأحكام المدنية كما وضع أعمالاً أدبية خلدته بين كبار الروائيين ويعد الأب الأول للثورة الفرنسية وقد كتب الاعترافات وهو كتاب من أهم الآثار الكلاسيكية وحول مضمونه كتب سمير عطلة مقاله في الشرق الأوسط مضيفاً بين الآثار الكلاسيكية الأكثر متعة في العالم كتاب الاعترافات للسويسري جان جاك روسو الذي يعتبر الأب الأول لثورة الفرنسية التي اعتبرت بدورها أم الثورات في العالم يروي روسو في نحو ألف صفحة سيرة مذهلة في عالمي الوضاع والعلو وقد اتخذت الاعترافات هذه الأهمية لسببين واضحين الأول مكانة صاحبها وثانياً التفاصيل الدرامية السوداوية أحياناً والساخرة أحياناً أخرى نرى روسو مشرداً بين سويسرا وفرنسا وإيطاليا فقيراً لا يملك ثمن قوته أو ينام في الحدائق العامة من أجل أن يوفر كلفة الغداء لم يترك مفكر الثورة الفرنسية مهنة إلا وجربها وكم نرى من مشابهات غريبة ومأساوية بينما تعرض له من فقر ومجاعة وبينما عاناه أبو الثورة الشيوعية كاريل ماركس لم يعاني الجوع فقط بل ترك أولادهما يجوعون أيضاً ولم يدعي ماركس معرفة أي مهنة أو حرفة غير الكتابة غير أن روسو انتحل جميع المهن التي لا يعرف عنها شيئاً وبلغ به الأمر أنه زعم ذات مرة أنه مؤلف موسيقي وبالفعل دعي إلى قيادة فرقة خلال حفل أقيم في جينيف ووقف قائد الفرقة العظيم ومعه عصى القيادة الماسية وراح يتأمل دفتر الموسيقى أمامه فيما الموسيقيون يتأهبون للبدء في العز وراح روسو يرفع العصى الماسية ويحركها يميناً وشمالاً صعوداً ونزولاً والنتيجة الطبيعية ألحان مزعجة لا معنى لها ولا وحدة فيها والجمهور يتململ غير مدرك ماذا يحدث بينما أعضاء الفرقة يضحكون من المقلب الذي وضعهم فيه ووضعوا أنفسهم أيضاً أنقذ روسو ما تبقى من كرامته عندما طلب من الفرقة عزف أغنية شعبية شائعة في تلك الأيام فطاب ذلك للحضور وأخذوا يرقصون على أنغامها ونسي الجميع أن الرجل الجائع هو مجرد محتال لا يعرف من الموسيقى حتى قراءة ألحانها من صحيفات واشنطن بوست هذه المرة مجموعة صور تحمل طابعاً سياسياً وأخرى متنوعة في جولتنا المصورة لهذا اليوم متابعة ترجمة نانسي قنقر الكاريكاتير فن ينافذ الكلمة ويختصر الرسائل الكثيرة في لوحة واحدة مجموعة من هذه الرسوم في آخر جولة في حلقة اليوم موسيقى 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 إذن بهذه المجموعة من الرسوم والصور نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم شكراً على المتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى